اهلا وسهلا بكم في قناة بوسي كوروشي هنشتغل مع بعض النهاردة هلال رمضان بطريقة سهلة وبسيطة هنشتغل برضو النجمة ذي طريقتها سهلة وبسيطة قوي ببغي الخيوط هتعملي ديكور حلو قوي في رمضان هنستخدمت خيط السلسلة او خيط المكرومير الفرنسيوي استخدمت معي ابرم اس خمسة ونص هنشتغل مع بعض النجمة الاول هنشتغل الدايرة السحرية بعد كده هنشتغل غرزة سلسلة وعمل غرزة حشو ديكور السحرية بعد كده هنشتغل اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة هنشتغل غرزة السلفلة اللي فيها الابرة هنشتغل في الغرزة اللي بعدها واشتغل فيها غرزة منظلقة والغرزة اللي بعدها برضو هنشتغل فيها غرزة حشو والغرزة اللي بعدها هنشتغل فيها غرزة نص عمود وبعد كده هنتخل قوات دايرة السحرية واشتغل غرزة حشو يبقى تاني هاشتغل اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة هسيب الغرزة اللي فيها الابرة وادخل في الغرزة اللي بعدها واشتغل غرزة منزلقة والغرزة اللي بعدها اشتغل فيها غرزة حشو الغرزة اللي بعدها اشتغل فيها غرزة نص عمود وادخل جوه الدايرة السحرية وباشتغل فيها غرزة حشو بعد كده هشتغل برضو اربعة سلسلة بسيب الغرزة اللي فيها الابرة وبدخل في الغرزة اللي بعزيها وبشتغل فيها غرزة منزلقة والغرزة التانية بشتغل فيها غرزة حشو اخر غرزة بشتغل فيها غرزة نص عمود وهدخل جواد دايرة السحرية واشتغل فيها غرزة حشو نكون معي بالشكل ده كده كده تكونك معي طلات رسل النجمة ممكن اعمل اكتفيك كمان اثنين انما انا هشتغلها بستة هشتغل اربعة سلسلة وادخل في تاني غرزة سلسلة واشتغل فيها غرزة منزلقة واللي بعدية هشتغل فيها غرزة حشو والغرزة اللي بعدية هشتغل فيها غرزة نص عمود بعد كده بدخل جواد دايرة السحرية وباشتغل فيها غرزة حشو بارتفع اربعة سلسلة بسيب غرزة السلسلة اللي فيها الابرة وبادخل في الغرزة اللي بعدية هشتغل فيها غرزة منزلقة والغرزة اللي بعدية هشتغل فيها غرزة حشو الغرزة اللي بعدية هشتغل فيها غرزة نص عمود وبادخل في الدايرة السحرية وباشتغل فيها غرزة حشو كده خمس روس للنجمة نقص واحدة بس هرتفع تلاتة سلسلة اربعة سلسلة برضو واحد اتنين تلاتة اربعة وهسيب الغرزة اللي فيها الابرة وهدخل في الغرزة اللي بعدية واشتغل غرزة منزلقة والغرزة اللي بعدية هشتغل فيها غرزة حشو في الغرزة اللي بعدية هشتغل فيها غرزة نص عمود بعد كده هدخل قوة الدايرة السحرية واشتغل غرزة حشو كده هتكونوا معيس الترقوس بتاعة النجمة هرتفع بالخيط شوية كده وهقص بالمقص بعد كده احنا كفاكرين هنا اول غرطة حشوة عملناها بعد ما ارتفعنا السلسلة هدخل فيها من وراء لقدام بالشكل ده كده هسحب الخيط هقفل الدايرة السحرية شوي بالشكل ده كده هكون معي نجم بالشكل ده كده شكلها جميل ومتاخدش وقت هلفها لشغل على ظهره هيكون معي فتليتين هربطهم في بعض بعد كده هجيب ابرة التنزيف هدخل الخيط في الشغل من جوه والسع الطرف بولاعة عشان ما يكرش معي وهرجع لكو تاني ولوكو هنعملي الهلالي الزي ودخلت الخيط في الشغل من وراء ولزقت الطرف نعملت الطرف بالولاعة وثبتو في الشغل تكون معي النجمة في شكلها النهائي بالشكل ده كده الوقتي هنبتديو هنعمل مع بعض الليل هنشتغل عقدة البداية وبعد كده هشتغل 11 سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حدوشر وهتزود عليهم سلسلة ارتفاع انا عندي هنا الدوش السلاسل انا هقلب السلاسل على دهرها وادخل هنا في الفاتلة دي الهي الي الوحدة هورا دي وش السلاسل زي ما اتفقنا هقلب السلاسل على دهرها وهدخل في الفتلة اللي الوحدها وراء دي وهسيب اول سلسلة اللي انا عملتها ارتفاع وهدخل في السلسلة التانية من نون دهرها وهشتغل فيها غرزة منزلقة السلسلة اللي بعديها برضو في دهرها هدخل فيها وهشتغل فيها غرزة حشو السلسلة اللي بعديها هدخل فيها وهشتغل فيها غرزة نص عمود السلسلة اللي بعديها هدخل فيها وهشتغل فيها اتنين غرزة عمود بلفة كده دي اول غرزة عمود هدخل في نفس المكان واشتغل كمان غرزة عمود بلفة تلت سلاسل اللي بعديه هدخل في كل واحدة واشتغل فيها اتنين غرزة عمود كده دي اول غرزة عمود باتنين لفة هدخل في نفس المكان واشتغل كمان غرزة عمود باتنين لفة كده دي تاني غرزة عمود باتنين لفة هلف الخيط مرتين على الابرة وهروح في الغرزة اللي بعديها كل شغل هيكون في دهر السلاسل واشتغل برضو فيها اتنين غرزة عمود باتنين لفة كده اول واحد هدخل في نفس المكان واشتغل غرزة عمود باتنين لفة كده دي تاني غرزة عمود باتنين لفة هلف الخيط مرتين على الابرة وهروح لغرزة السلسلة اللي بعديها وهدخل فيها برضو واشتغل فيها اتنين غرزة عمود باتنين لفة كده ده اول واحد هدخل في نفس المكان واشتغل غرزة عمود باتنين لفة كده خلصت غرزة العمود باتنين لفة هعيد اللي انا اشتغلته هنا بس بالعكس هشتغل الاول اتنين غرزة عمود بلفة في نفس السلسلة وبعد كده هشتغل غرزة نصف عمود بعد كده هشتغل غرزة حشب بعد كده هشتغل غرزة مدزلقة يب هلف الخيط مرة واحدة على الابرة واروح لغرزة السلسلة البعديها على طول وهشتغل فيها اتنين غرزة عمود بلفة كده دي اول غرزة هدخل في نفس المكان واشتغل غرزة عمود بلفة كده اتنين هروح لغرزة السلسلة اللي بعدها على طول واشتغل فيها غرزة نصف عمود البعض هي اشتغل فيها غرزة حشو واخر غرزة اشتغل فيها غرزة منظلق الشكل ده كده هرتفع دلوقتي سلسلة هلف الشغل المكان اللي انا ارتفعته منه السلسلة مش هدخل فيه هروح للغرزة اللي بعديها على طول وهشتغل فيها غرزة حشو الغرزة اللي بعديها هشتغل فيها اتنين حشو كده واحد وفي نفس المكان بدخل وعمل كمان غرزة حشو الغرزة اللي بعديها هشتغل فيها غرزة حشو واحدة اللي بعديها اشتغل فيها اتنين حشو الغرزة اللي بعديها اشتغل فيها غرزة حشو واحدة اللي بعديها اشتغل فيها اتنين حشو يبقى انا مشي الساطر ده كله ان انا بشتغل في غرزة بعمل فيها غرزة حشو واحدة. واللي بعديها بشتغل فيها اتنين حشو. غرزة بشتغل فيها غرزة حشو واحدة. والغرزة اللي بعديها بشتغل فيها اتنين حشو. غرزة هاي اخر غرزتين وصلت لهم. هشتغل في غرزة واحدة غرزة حشو. واللي بعديها هشتغل فيها اتنين حشو. في هنا الغرزة المعابقة اللي في الاخر. هرتفع سلسلة. وهدخل في الغرزة دي. اللي هي اللي في الاخر دي. واشتغل بقى فيها غرزة بونزالك. بعد كده هرتفع سلسلة. واقص الخيط. كده خلصت الهلال. هيكون معي بالشكل ده كده. هدخل الخيط في الشغل من وره وارفعه بالولاعة. وارجع لكم تانية واريكم شكله نهي. ودخلت الخيط في الشغل من وره وحلسعتها بالولاعة. باقيت معي بالشكل ده كده. في الفيديو بقى بكرة ان شاء الله هنعمل طريقة نعمل بيها النجوم دي. طريقة جميلة وشيك وجديدة. استنوني في فيديو بكرة. ودي كده فكرتنا في فيديو النهاردة الهلال والنجمة بطريقة سهلة وبسيطة للمبتدئين. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القديم.